رسم المراحل الأربعة مراحل الأربعة من ميناء أمبارك إذا كملت القناة تصير جوا ميناء أمبارك شو راح يقول لك شوف أستاذ أحمد هسه شنو معنا اللون الأصفر والأخضر والأزرق والأبيض الأصفر يابسة الأخضر عبارة عن أرخبيلية مياه ضحلة لا مو مياه ضحلة إذا مدى يصير مي وإذا جزر يصير قاع المياه الضحلة الأزرق يسمونها دائما مي بس أعماقها جدا قليلة الأبيض أعماق كبيرة لكن غير صالحة للملاحة الصالح للملاحة هو فقط هذن الخطين الرفيعين اللي تشوفهم يرتبطن بالميناء أمبارك الأزرق إي هذا إي هذا بل الضبوط أرجع أرجع لي جوه هذا عرضه حوالي 250 متر بس هذا هذا إذا كملت المراحل الكاملة لميناء أمبارك يقول أصير يعني المورر الملاحي الوحيد الصالح لمرور السفن يكون من تحت السيادة الكويتية تخطيطي لكويت المستقبلي يقول لك أنا بديتي ميناء أنت أخفر بتجي همالتك الأبيض أخفرة من أخفر الأبيض الأزرق إيش راح يصير أبيض هذا إي هذا الأبيض إذا حفرته راح يصير عميق إيش راح يصير انهدار بالشلووتر وراح يصير انهيار بهذا وراح يصير الأصفر ينثلم زين يعني يقول لك أنت وسع من التوسع يعني راح أمطي أراضي جديدة أصلاً مجلسي أمين ما قايلها جاي قال لي إليك حق الملاحة هذا كل الخارجية العراقية 2007 كنت تتفاوض تعرف به نعم هذا تتحمل مسؤوليتها النقطة الثالثة لا لأ خلنوقف يبه أجيك حق الخارجية بس أخذك لك ثلاث نقاط زين النقطة الثالثة من تجي الباخرة من 156 والحد هاي اللحظة يصعد عليها ضايلة عراق وترفع علم عراقي زاد علم الدولة الباخرة هذا المادة الثلاثة يقول لك ينزل العلم العراقي بعد الممنوع يصعد عند مرورة بالخور عند مرور باخرة جاية للعراق تدخل بعلمها فقط علم العراق ما يصعد وهاي ما يكو دولة يشتغلوا زاير أكثر من 100 ميناء نفط وتجاري بالعالم 25 سنة حالي بحار ماكو دولة بالعالم هذا نقدر نسميه تنازل رسمي تنازل جديد أنا ليش أقول لك ما يتحمل النظام عن سياتي العراق على هاي مياه الأقليمية نعم هذا تنازل من النظام الجديد وخصوصا البرلمان السابق لأطماع الكويت